يقر الرئيس أمين الجميل باختراقات حصلت يوم تشيع اللواء الشهيد وسام الحسن ما أدى إلى تبدل في المشهدية من جنازة إلى أعمال شغب لكن رئيس الكتائب يعلل للشارع غضبه أما على الحكومة فلا تسري التعليلات نحن بالأساس ضد الحكومة بالأساس بالمعارضة ما فينا نطلب ببقاء الحكومي لما بالأساس كنا ضدها حجبنا الساقة عنها ونحن عم نطالب طلبنا بتغييرها منذ فترة واليوم عم نطالب بتغييرها وبكرة نستمر طالب بتغييرها ما بعرف عشوم السند الرئيس ميئاتي بس اللي هو واضح وما حدا بقدر نكره ولا الرئيس ميئاتي ولا أي مسؤول آخر بقدر نكره إنه فيه انقسام خطير في البلد فنحن منأكد على ضرورة تغيير وما حدا يخاف لأنه بالنهي هذا قدرنا في لبنان وهذا نظامنا السياسي منذ سنة 43 لليوم صار أزمات تسري الحكومي وتتشكل حكومي بديلي ما البديل الأفضل لأقلكم؟ نحن قلنا بدنا حكومة إنقاذ وطني منتفع عليها مع فخامة الرئيس بس هل يكون إسقاط الحكومات بالشوارع بحرق الدولي باستعمال يمكن أسلحة كنتوا عم تمتقدوا علي الفريق الآخر؟ نحن ضد هذا الشيعة كالحال نحن كنا ضد وأعلننا نحن ما كنا محبزين إلا الأعلام اللبنانية ولا علام آخر ولا رموز غير رموز لبنانية وطنية صافية هلأ اللي حصل دايما بهيك ظروف بينخرط بالصفوف عناصر أو بتكون عناصر متسوسي أو عناصر مغردة أو أي شيء من هذا النوع لم تحسم الكتائب أمرها نهائياً بعد في مسألة مقاطعة النشاط البرلماني وجلسات الحوار حزب الكتائب ما بيقدر يحاور نفسه إذا فيه قرار نهائي من طيار المستقبل ونحن حلفائنا أكيد بدنا نحكي مع بعضنا وبدنا نضامن مع بعضنا هلأ نحن بصدد لقاءات مكثفة في الساعات الأدمي بين بعضنا البعض وعلى ضوء ذلك من نرتقي أفضل سبل من جهة طمأنة الناس ومن جهة تانية تحقيق مصلحة البلد فلذلك نحن استدركنا الأمر وأخذنا فوراً الأجراءات اللازمة لإعادة الأمور اللي صابها سؤال أخير حولاً فيكم عم يتهموا سوريا اتهام مباشر بإغتيال الشهيد ويسام الحسن شو رأيكم بهذا الاتهام بركة اللي عم يستبق للتحقيقات؟ يعني سبقنا على هالتوجيه أصابع الأتهام سبقنا في خيمة الجمهورية ودولة رئيس مجلس وزراء سبقونا يعني ما كان نائس بعد اللي موجهوا كتاب عند كتاب العدل يعني واضح أنه الإشارة اللي وجهها الرئيس جمهوريي واللي وجهها الرئيس الحكومي وربط قضية ميشيل سميحة بقضية اغتيال لواء ويسام الحسن هو بحد ذاته بأعتقد واضح وما بده تعليم يدعو الجميل إلى عدم نسيان أساس القضية أي الشهيد ويسام الحسن ويقول إنه مدين له في الشأن الأمني